اه عملنا مبادرة اسمها اسعاد انسان اه من خلال شغلنا في السيدلية اه بدأ طبعا يتردز علينا بعض الاحتياجات وبعض المشاركات الاجتماعية وكان واجب علينا اللي احنا اه نشارك هزي المشاركة. اه بدأت الفكرة البساطة كده لاسعاد انسان بعض الحالات اصحاب الامراض المزمنة كان في احتياج للادوية وكان اه على يعني حد يعني شغلهم او عملهم كان ما بيقدرواش يشتروا الادوية. فبدأت انا مفكر بدأت يعني اعمل ايه عشان خاطر الناس ديت تاخد العلاج دوت. اه بدأت اتواصل مع بعض الاصدقاء اه في الجران او اصدقائي على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدأت المشاركة تزداد والايجابيات تزداد. بدأت نعمل جروب على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدأ الجروب دوت يلتشر ووصل عداده اكتر من خمستاشر الف عضو. بدأنا اول حاجة في المجالات التبية اللي هي تخصصنا. بدأنا اول حاجة في صرف روشيتة لغير القدرية. اه بعرض روشيتة على الاصدقاء اه ليا. وبعرض اه اه تمن الدواء بدون اه هامش ربح خالص. وبيبدأ الاصدقاء تواصل معي وبتبدأ اه اتواصل مع اه صاحب اه روشيتة. وابدأ حلقة واصل بين الاتنين. وابدأ اقدم روشيتة له اه الصديق ويبدأ يوفر للدواء سوابها من الصادلية او من الصادلية اخرى. وبيجيب للدواء وبيجي المريض ويسلمه الدواء. دي كانت اول مبادرة جات لنا. ومن خلالها تشعبت بقية المغادرات. صاحب طبعا صرف الدواء بيبقى فيه اشعة. كان يجي المريض ويقول لي انا محتاج الاشعة ديت. وآ مفيش قدرة اللي انا اعملها. نفس الكلام برضو اتواصل مع اصدقائي. وآآ نعمل اشعة للحالة الغير مكتدرة. اشعة برضو صاحبتها بعض التحاليل. كنا بنكلم بعض المعامل آآ طبية اللي جنبنا. او اللي انا على تواصل بيها. وتبدأ الفور على طول. الحالة تيجي ابعتها لمركز التحاليل. ويعمل التحاليل مجانا او تحاليل بخاص. ونبدأ نه آآ نخلي الحالة تعمل بدون ما تدفع اي مبلغ خالص. دي كانت بعض المغالات التبية. قاموا كورونا كانت بيتردد على الاستضالية. اكتر من خمسين حالة محتاجة استونات اكسوزين. آآ محتاجة ادوية كورونا. الادوية كانت غالية جدا آآ يعني على الناس آآ بالنسبة لها الاستوانات كانتش كم توفرها. فبدأت تكلم اصدقائي وفرنا حوالي اتناشر استوانة للمنطقة فقط. والمبادرة دي كانت جميلة جدا. من هنا بدأت اتواصل آآ في كل المجالات والخدمات. يعني انا مش مخصص ليا خدمة معينة للناس. انا فاتح المجالات كلها. استوانات الاكسوجين كانت الناس بتيجي تاخدها. آآ منظم. استوانة مليانة. بتقعد معاها اسبوع وتقعد معاها شهر. في حالات لغاية دلوقتي. حالات مزمنة. معها الاستوانات دي في المنازل لغاية دلوقتي. فطبعا هي مبادرة برضو كويسة منه. ان هو قايم بالمجود ده. من عنده تداول كتير بالنسبة للناس راحة وجاية. فبنعرف الفقراء. بنعرف الناس اللي محتاجين. فببقى ده كله ليه معاها. فبنبقى ملم بالناس. اللي ما معهوش يجيب علاج اللي زروفه تعبانة. في بعض الناس بتيجي تساعد. وعشان هي ما عندهش يعني استطاعة انها تعرف بعض الفقراء او الناس الغلابة. فما عندهش استطاعة. فبتيجي عن طريق ايه? حسام. حسام كمنه قاعد في الصيدلية فعارف مين غالبان. مين مش هادر يجيب علاج. مين مش هادر. فالناس بتيجي تلجأ ليه. فهو بيقوم بمجهود برضو كويس. وطبعا اغلبية المنطقة عارفاها. والدور اللي هو بيقوم به دور اكتهاد كويس. هو بالنسبة الوجبات حسام بيقوم بيها. حسام عنده ادراك بالنسبة للناس الغلابة اللي هنا حواليه. فبيقوم بيها بيقى عارف المطاعم بيقى عارف ده بيجيب له واجبات وواحد بيجيب له حاجات يقول له ازحل الغلابة. فبيقى فيه مصداقية بينهم وبين الناس. فاي حد عاوز يساعد. اي حد عاوز يجيب. فبيجي يخبط. واحد زي حسام بيقول له اعمل دوت. هاد نبدي الفقر دوت. في ناس عاوزة تجاهز. في ناس كده. فطبعا اه كل ده بيتجمع هنا. وبيعرفوا اماكنهم ويروحوا وساعدوه. الله اكبر الله اكبر لا احنا بدأنا اه كبرنا يعني بقى في المجالات وبدأت اتشعب المبادرات. زي مبادرة الزواج اللي هنت عزيزك عليها. اه والمساعدة مسلا بالاجهزة الكرابائية كان فيه ناس بتطلب مطابخ. اه كان فيه ناس بتطلب مراوح. وكل دوت بنبدأ نتواصل مع سواء اللي هيقدم المساعدة سواء اللي هنشتري منهم كمان عشان يبقى في مشاركة منهم. يعني من دمن المشاركات لما رحنا نجيب مطبخ كان مطبخ مسلا عامل حوالي خمس تلاف جنيه. كان صاحب الورشة اه ساهم بالنص. اه دي كان برضو مبادرة كويس. اه نفس الحكاية التلاجات البتجازات اللي بنشتريها ببقى عليها خصم عشان خاطر الناس عرفتنا خلاص ان الحاجات دي راحة لأسرة يتيمة وادخال الفرحة على الناس. كان فيه مبادرات في رمضان اه افطار صايم وكانت مبادرة جميلة والحمد الله كنا بنوفر حوالي اكتر من اه ستمائة واجبة افطار صايم في رمضان. اثناء الدراسة الناس بتيجي دفع مصاريف الدراسية او الكتب الخارجية طبعا وكان فيه كمان اه مصاريف الكليات يعني حاجات دي كلها احنا اه دخلنا فيها وتشعبنا فيها من خلال الحالات اللي كانت بالجن. فما توقفناش بس على مبادرة الادوية المجانية او الاشعة او التحاليل او اه حاجة في المجالات الطبية زي صنات الاكسيجين. دخلنا بمضارات كتير جدا والحمد الله موفقين ومستمرين لغاية دلوقتي. اه بفضل اه اصدقائي. وبفضل الناس اللي بتدعم هذه المبادرات. طبعا انا حلقة وصل بينهم. احنا طبعا ما كناش متخيلين ان الموضوع بعد كورونا هيمتد وهتواصل. لكن الحمد لله اه امتد وتواصل وكانت في بعض الرؤى الناس بلغتني بيها. كانت بعض الناس قالت لي ان في رؤية معينة يعني لازم تكمل ما تقفش. انا كنت حاطت لنا خلاص كورونا خلصت او قلت. فخلاص بقى يا جماعة اه يعني سامحوني انا اتوقف عن الخدمات الطبية والخدمات الانسانية. اه لان العدد مسلا قلق او كده لكن اصدقائي وقفوا معايا وساعدوني ودعموني ويكملنا المسيرة وتشعبت لي حاجات كتير. نصحتنا للشباب لازم ان تكون متميز لازم ان تقدم الخير لازم ان تبقى باين كده لازم ان يبقى فيك اختلاف عن الاخرين. لم تكن متميزا فستختفي وسطى الزاحات. لازم تشارك. انت ما تخلقتش عشان تقول بقى انا مليش دعا بحد ومليش علاقة بحد لا. اسعى وشوف انت جرانك محتاجين حاجة اصدقائك حاول تكون حلقة واصلة بينهم زي ما احنا مستمرين في المبادرات بتاعتنا مبادرات خيرية وجميلة طعام طعام مبادرة اه مجانية مبادرة اشعة مبادرة تحليل طعنات اكسيزين